أدانا جلالة الملك عبدالله الثاني الهجوم الإرهابي البشع الذي استهدف اليوم حافلة للأقباط في محافظة المينيا المصرية وأودى بحياة عشرات الضحايا الأبرياء جاء ذلك في برقية بعث بها جلالته إلى الرئيس المصري أعرب فيها عن إدانته الشديدة لهذا العمل الجبان وكانت الحكومة الأردنية أدانة الهجوم الإرهابي الوحشي اللا إنساني الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأطفال الأبرياء يد الإرهاب التي ضربت الأبرياء في منشستر قبل أيام ها هي ذات اليد تمتد إلى مصر وتقتل عشرات الأبرياء الإرهاب الذي لا دين له استهدف هذه المرة عددا من الأقباط المصريين كانوا في طريقهم إلى أحد الأديرة في محافظة المينيا جنوب مصر أوقع عشرات القتلى والجرحى جلهم من الأطفال مصادر رسمية ذكرت أن الهجوم شنه نحو عشرة مسلحين ملثمين يرتدي بعضهم زيا أشبه بالزي العسكري استقلوا ثلاث سيارات دفع رباعيا وأطلقوا النيران عشوائيا تجاه حافلة تقل عددا من الأقباط وزارة الداخلية ذكرت في بيان لها إن الهجوم وقع بينما كانت حافلتان وشاحنة صغيرة تسير بإحدى الطرق الفرعية الصحراوية متوجهة إلى دير الأنبى سموائل غرب مدينة العدوى في محافظة المينيا التي تبعد حوالي 220 كيلو مترا جنوب العاصمة المصرية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وأتاح موقع الهجوم في منطقة جبل القلمون في الصخراء غرب المينيا هروب المسلحين عقب تنفيذه إلا أن قوات الشرطة طوقت المناطق المؤدية إلى الدير ومشطة الطريقة الصحراوية للقبض على المهاجمين يبقى هناك سؤال حائر للجهة المستفيدة من قتل الأبرياء هنا وهناك لمن وباسم من تقدم هذه القرابين